ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المؤسسة للعام 2022 الذي عقد في ديوان الحاكم واستعرض المجلس التقرير النصف السنوي للمؤسسة حيث بلغ إجمالي المصروفات خلال النصف الأول من عام 2022 أكثر من 34 مليون درهم واستفاد منها أكثر من 8000 مستفيد ووجه سمو ولي عهد عجمان بإضافة وقف جديد للمؤسسة في منطقة المنامة بعجمان وافتتاح فرع لمؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية ضمن مبنى سند في منطقة مصفوت وتغيير المسمى السابق من مركز التنمية الريفية إلى مؤسسة حميد بن راشد النعيمي فرع مصفوت ترجمة نانسي قنقر